انا عايز اروح لبش مهندس محمد النجاح وميكا بايروس يعني ايه اولا عشان برضو نفاهم السادة المشاهدين وانا برضو بشكل شخص عايز اعرف ان ايه ميكا بايروس وكمان عايز اعرف من حضرتك ازاي ابتديتوا تجمعوا فريق العمل يعني الخطوة الاولى قبل البداية والشغل على الارض كانت ازاي اول حاجة ميكا بايروس هي الكلمة متقدم المقطعين اول مقطع اللي هو ميكا اللي هي باختصار لميكانيكل بايروس معناها نار او حريق باللغة الاغريقية اه بايروس يعني النار باللغة الاغريقية باللغة الاغريقية اه فهنا التكوينها ميكا بايروس ده كان اسم بيوصف الربوط بتاعنا تمام فده جاية التسمية اول حاجة طبعا الفريق وده كان اهم حاجة لان مهما كانت الكرة كويسة ومش معاك فريق كويس خلوة مش طريق تنفزها تمام فالفريق مش بس بيشمل الاشخاص اللي احنا معنا في التيم لأ كان برضو المشرفين علينا في المشروع اه هي ايه التدريس اللي بتساعدنا وده فريق تسيلات كان عددت وقت ديه باش مهندس يعني عدد الفريق مهندسي كطلب احنا كنا تسع طلبة اه في مشروع التخارج اه السما طبعا نفسنا على كذا جزء الربوط عشان كل واحد او كل مجموعة هتبقى مختصة بجزء ده مختص بالتصميم ده بالتصنيع ده بالكنترول ده بالتنفيذ اه عشان نشتغل بالتوازي مع بعض ونقدر نحقق الهدف او الفكرة احنا عايزين نحققها بالنسبة بقى المشروع ككل او ككتلة كبيرة اسمناها الكذا جزء صغير بس هو المشروع تخارج طبعا انه جامعة جامعة المنصورة قلية الهندسة قسمة هندسة التصميم والانتاج الميكانيك مبدعين دايما انتوا المنصورة حاجة عظمة فاسمنا بقى الكتلة الكبيرة دي اللي هي تبان معقدة لحاجات صغيرة شان تقدر تنفذها الحاجات الصغيرة دي هي اللي تشتغل عليها فحاجة بحاجة حاجة ما هتجمعهم مع بعض ينتجل الحاجات كبيرة لما تبصرها من بره هتقول لا دي كبيرة دي صعبة ما قدرش أصنعها ما قدرش أعملها لكن لما يدخل جوه يبقى تفرطها قدر عن البريك داون اللي أجزئها هتلاقي ان حاجة بسيطة جدا او تقدر تصنعها في مصر فعلا مش محتاجة ان انت تستوردها من بره مش معقدة جدا فهنا جد بقى الشغل ان احنا بدأنا نقسل نفسنا كتيمات انا كنت مثلا في تيم الميكانيكة الديزاين كان معايا زميلي فيه كان عشماندس حسين كان في تيم الكنترول والهاردوير كان في زميلي في تيم التنفيذ والبروكورمينت وبيشتروا المنتجات والتشغيل وهكذا على مدار السنة الكاملة او السنة الدراسية اللي بدأت من شهر 9 اللي فات كانت بدايتنا بدأنا نجمع التيم بدأنا اول حاجة نقعد في الـ ازاي نطلع على الفكرة دي ازاي اخترنا الفكرة دي زي ما زميلي حسين قال بعد كده بدأنا بقى في التصميم اخذ مننا وقت كبير جدا